نعمة وآيات محتاج منا للعاية الصبر ما تعبوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعدة بالذات ولله الحمد والمنا منذ عشرات السنوات ومئات الحلقات يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كما تعودنا كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير حتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك ويمكنكم متابعة القناة الرسمية باسم الدكتور عاد الفاروق على اليوتيوب حيث نقدم دائما محتوى جديد وقد يكون مختلفا عما نقدمه في البرنامج هنا نستمر في الحديث عن مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين في الحلقة السابقة استعرضنا واحدة من أطباء مايو كلينك وعرفنا أن مايو كلينك دي من أقوى المنظمات الطبية اللي بتتحدث عن مقاومة الإنسولين وكتير بيقولولي هو ده بقى برنامج أمراض بطنة هو أنت دكتور بطنة هو أنت دكتور سكر ليه بتتكلم على مقاومة الإنسولين أعود وأذكر حضراتكم أن مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين هي بعد عدة سنوات من البحث والاستقصاء وجدت أنها السبب الرئيسي للإصابة بمرض تكييس المبايد وبالتالي المرض الأكثر شهرة والأكثر انتشارا والأكثر تسبيبا في خلل الدورة وعدم انتظامها وضعف الطبويد وتأخر الحمل على مستوى العالم وهو مرض تكييس المبايد السبب الرئيسي له مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين فعشان نصل للروتكوز للسبب المتأصل الجزري للتكييس يجب أن نتحدث عن مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وتحدثنا في 6-7 حلقات والنهاردة والحلقة القادمة سنستكمل ده ثم نخرج منه إلى رحاب تكييس المبايد الأوسع لكن نذكر دائما بمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين والاستعداد الوراثي للسكر أنها السبب الرئيسي لتكييس المبايد وما لم تعالج هذا السبب وتتعامل معه فكل علاجاتك لتكييس المبايد ستكون فاشلة ولهذا نفرد له هذه الحلقات خاصة في ظل تكييس المبايد الذي يستشري إشراء النار في الهشيم والذي وصفته منظمة الصحة العالمية أن انتشاره أصبح وبائيا في العالم ولما لا فهو سبب مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وهو الوباء الأكثر تأثيرا والأكثر تسبيبا لأمراض مزمنة هي السبب الرئيسي للوفاة وبأن حضراتكم عجبتكم الحلقة اللي فاتت زي ما بعتوا لي عن مايو كلينك والنصايح بتاعتها فهنجيب النهاردة حلقة تانية من مايو كلينك من منظمة الطبية الأطخم تتحدث فيها إحدى الطبيبات عن مرض مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وعلاقته بتكييس المبايد وكل حد بيقول لي أنا أعرف إزاي أن عندي مقاومة إنسولين وده استعرضناه في الحلقات السابقة وفي الحلقة الحالية حنقول برضو إزاي تشخص وانت قاعد في البيت أن عندك مقاومة إنسولين وبأرقام واضحة ومحددة مقاومة الإنسولين هو فشل خلايا الجسم في الاستجابة لهرمون الإنسولين هربود الإنسولين هو الهرمون الذي يرتفع في الدم بعد ده تناولك أي وجبة وارتفاع السكر والجلوكوز في دمك ليقوم بفتح بوابات الخلايا وإدخال هذا الجلوكوز إلى داخل الخلايا لتستخدمه في إنتاج الطاقة معنى أن في مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين أن هذا الهرمون لا يستطيع أن يعمل لا يستطيع أن يفتح بوابات الخلايا لا يدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا تصبح الخلايا مرهقة وتصرخ طلباً للجلوكوز والطاقة بينما هو موجود في الدم لكن ضمآن والكأس في يدي بينما الإنسولين لا يستطيع إدخال هذه الطاقة الجلوكوز إلى داخل خلايا يستجيب البنكرياس بإفراز كميات أكبر وأكبر من الإنسولين ونتيجة للارتفاع المستمر للإنسولين تحدث مشاكل مرضية مؤثرة ومنها مرض تكيّس المبايد وعلى المدى البعيد هذا البنكرياس يرهق من الإفراز المستمر المرتفع للإنسولين فيبدأ في التراجع وبالتالي يظهر على المريض علامات الإصابة بمرض السكر أي أن مريض مقاومة الإنسولين ليس مريض سكر حتى هذه اللحظة وإذا حاولنا نقيس السكر في دمه ما نلاقيهوش مرتفع جدا لكنه فيه طريقه للإصابة بمرض السكر بعد ديكيد بعد حوالي عشر سنوات إذا أهمل سيظهر المرض أكثر وضوحاً السكر وبأكثر تأثيراً علاقتنا إحنا بقى إيه؟ تكيّس المبايد السبب الرئيسي له هذه المشكلة لأن ارتفاع الإنسولين يؤدي إلى ارتفاع هرمون اسمه الـ LH وارتفاع هرمون الـ LH المستمر يحدث خلل في وظيفة المبيض ويصبح المبيض مصنع لإنتاج هرمونات ذكورية بدل من إنتاج هرمونات أنثوية وهذه الهرمونات الذكورية توقف الطبويد بالكلية أو تخلي البويضات داخل المبيض نوعيتها سيئة وفرص حدوث الحمل منها قليلة وتظهر على السيدة أعراض ذكورية واضحة تؤثر على شكلها وبشرتها وشعرها وخصوبتها وفرص حملها واكتمال الحمل ومشاكل أثناء الحمل بل وتؤثر على الحالة النفسية والجسدية هذه علاقة مقاومة الإنسولين بمرض تكيّس المبايد وأمرض نسخ نشوف الفيديو اللي معانا اللي من مايو كلينك اللي بنشرح فيه مقاومة الإنسولين وتأثرها وكيف وانت في البيت تشخص عندك مقاومة إنسولين ولا لأ وما هو المرض وأسبابه والأفراد الأكثر عرضة الإصابة له نشوف الفيديو مع بعض سيبتلكوا هل علامة بتاعت مايو كلينك واضحة مايو كلينك ده أكبر منظمة طبية بتدعم البحث العلمي الطبي وبنشوف دي الريكمنديشنز دي التوصيات بتاعتهم مرحلة مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين هي مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري يعني الناس دول في طريقهم الإصابة بالسكري ده الشرايين والأوريدة بتاعتنا بيرتفع فيها الجلوكوز بعد الوجبات اللي على الشمال باللون الأزرق ده البنكرياس يطلق الإنسولين ليدخل للدم ليقوم بوظيفته وفتح بوابات الخلايا لإدخال الجلوكوز داخل الخلايا في حالات مقاومة الإنسولين الخلايا لا تستجيب وبالتالي لا تنفتح البوابات وبالتالي لا يدخل الجلوكوز إلى الخلايا ويفرز البنكرياس كميات أكبر وأكبر من الإنسولين بما يؤدي لارتفاع مستمر الإنسولين على المدى البعيد يمرض هذا البنكرياس يضعف لا يستطيع إفراز كميات أكتر من الإنسولين يقل الإنسولين ويرتفع السكر وتبقى رسميا مريض سكري من هم الأشخاص الأكتر عرضة للإصابة بمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين طبعا الأشخاص اللي عندهم استعداد وراسي للإصابة بالمرض ده لأنه ليجيناتك تندنسي اللي عندهم استعداد وراسي في العائلة لإصابة بمرض السكري البدناء عموما لكن كمان في عائلات بغض النظر عن البدانة عندها هذا التاريخ المرضي والاستعداد الوراسي أي واحد عمره تقدم عن سن 35 سنة وكلما تقدم أكتر بيبقى عرضة لمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين التدخين بعض العقاقير مثل الكورتيزون تزيد مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعالجات النفسية تزيد من مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين يبدو لفظ بسيط لكن تتسبع مشاكل طبية خطيرة قد يؤدي إلى انسداد النفس أثناء النوم أو قد يؤدي إلى الكابد الدهني وبالطبع المشكلة الرئيسية التي تبعنا لمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين هي الإصابة بتكيس المبايت هل في أعراض لمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين؟ كثير من المرضى اللي عندهم مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين ما عندهمش أي أعراض ولا يمكن اكتشاف هذا المرض إلا بزيارة دورية لطبيب وطبيب نابه يطلب بعض الفحوصات والتحاليل اللي في الغالب الأطباء لا يطلبوه لكن ممكن وإحنا في البيت نلاقي إن عندك مقاومة إنسولين وإنت تعرفه؟ آه نعرف كده؟ طيب ممكن نرجع نشرح إحنا الكلام ده دقيقة كده؟ لو محيط الخسر حضرتك تجيب مزورة تقيس محيط خسرك لو حضرتك رجل ومحيط الخسر بتاعك فوق 104-105 سنتي حضرتك عندك مقاومة إنسولين لو سيدة ومحيط الخسر بتاعها أكتر من 83 سنتي حضرتك عندك مقاومة إنسولين تعمل تحليل سكر صايم والمعمل يقولك ده طبيعي لأن الطبيعي لحد 120 لكن يطلع التحليل بتاعك 100-105-107 عندك مقاومة إنسولين بعد ساعتين بالضبط من الأكل السكر بتاعك فوق 140 والمعمل يقولك طبيعي ده مقبول لحد 160-170 حضرتك عندك مقاومة إنسولين تقيس ضغطك الدكتور قال لي ضغط عالي شوية بس احنا مكتبش علاجة لما الضغط يبقى فوق 140-90 ده نضغطي 130-85 حضرتك عندك مقاومة إنسولين طيب كمان نقيس الكوليستيرول في الدم نلاقي الكوليستيرول مرتفع الأهم منه الدهون السلسية أي ارتفاع للدهون السلسية فوق 150 حضرتك عندك مقاومة إنسولين الكوليستيرول عالي الكثافة المفروض إنه يكون عالي ليقيق من الأزمات القلبية نلاقي قليل أقل من 50 في الرجال أو أقل من 40 في الرجال وأقل من 50 في السيدات ده بيقول إن حضرتك عندك مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين هذه التحليل والفحوصات أنت ما عندكش أي ظاهرة مرضية متشكيش بأي حاجة لكن لو رحنا دورنا عليه والمرة اللي فاتت كمان قلنا لكم قياس محيط الخسر ومقارنة بالطول والمعادلة اللي نحسبها وقلنا معادلة ما بين الدهون السلسية والكوليستيرول عالي الكثافة نشوف الجزء الباقي من الفيديو اللي بيعرفك وانت قاعد في البيت إزاي تعرف عندك مقاومة الإنسولين عشان حيمر عشر سنوات وانت عندك مقاومة إنسولين قبل إصابتك بالسكر لا نستطيع أن ننهي علاقتك بهذا المرض أو نمنعه بالكلية لكن نستطيع أن نؤخره أن نؤجله أن نقلل من دركته ونقلل تأثيراته السلبية لو اكتشفنا في مرحلة مبكرة أنك عندك مقاومة إنسولين نشوف الفيديو قلنا لذلك المرض اللي فاتت قلنا الزوائد الجلدية وإن يبقى فيه بقع في الجلد أغمق من الطبيعي وقلنا الستات في مصر بتقول دي لاني عندي بقع غمق في المنطقة ما بين الفخزين وتحت الإبطين وحوالين الرقبة كل دي أعراض مقاومة الإنسولين الضغط الدم أكتر من 130 على 90 السكر الصايم فوق 100 السكر بعد ساعتين من الأكت أكتر من 140 الهيموجلوبين السكري دكتوري عملته وقالوا لي أنه طبيعي خالص ده نطلعت 5 و8 من 10 والتحليل الطبيعي لحد 6 حضرتك عندك مقاومة إنسولين طالما التحليل ما بين 5 و7 و6 و3 من 10 البروتين الكوليستيرول عالي الكسافة أقل من 40 في الرجال أو أقل من 50 في السيدات حضرتك عندك مقاومة إنسولين الدهون السلاسية مرتفعة عن 150 ده عندك مقاومة إنسولين تمام؟ أو الأهم من ده بقى أنك تعمل اختبار اسمه قياس الإنسولين الصايم في الدم وتقارنه بالسكر الصايم أو تعمل حاجة اسمها منحنى سكر هي دي الحاجات اللي بتظهر ودي حاجات نادرا للأسف ما يطلبها الأطباء سريعا هل يمكن علاج مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين؟ الأهم من العلاجات الدوائية والأدوية هو تغيير النمط ونظام الحياة وتغيير النظام الغذائي لا يوجد شكل ولا وزن محدد نقول عنده أن ما عندكش مقاومة إنسولين لكن كل بني آدم عنده مقاومة إنسولين كل كيلو يفقده كل كيلو يفقده هو ميزة وله فقد الوزن مهم جدا لكن كمان ما تعملش نظام غذائي غلط ولا من دماغك لأن دي لها دراستيك إفكت لكن مهم إن حضرتك تروح تتبع أنظمة غذائية تقلل النشويات والسكريات خاصة النشويات والدهون المعقدة والسكريات تزيد في نظامك الغذائي الخضروات، الفواكه، المكسرات، البقليات، اللحوم البيضاء وتقلل اللحوم الحمراء تمارس الرياضة وتجعل ممارسة الرياضة جزء أساسي من حياتك اليومية وتمارس الرياضة بسيطة زي المشي بعيدة عن الضغوط والتوتر مش تقول واحد نقول لها عملي الرياضة تقولي ده منزل في الجيم بقتل نفسي في الجيم ده بيزود مقاومة الإنسولين ويزود التوتر ويزود من تكيّس المبايد الحقيقة إن القضاء التام على مقاومة الإنسولين لا يمكن لكن يمكن تأجلها، تحجمها It's non curable But it's controllable لا يمكن شفاقها لكن يمكن السيطرة عليها لجعل الجسم يستجيب أفضل للإنسولين ونقلل مقاومة الإنسولين لو سمحتوا قللوا التوتر قللوا الضغوط العصبية والنفسية عدلوا نظام الحياة الإيمان الروحاني بالله وممارسة الرياضات الروحانية بيزيد جدا من تحسن هذه الحالة المزاجية والنفسية والعصبية تغير النظام الغذائي والحياتي وساعات النوم وتقليل إمساك الموبايل والنظر لشاشاته خاصة قبل النوم نقلل الضاءة اللي بتتفتح بالليل وإحنا نايمين كل ده نعود إلى الخليقة كما خلق الله الناس ووضعهم على النموس اللي خلفناه فظهرت هذه الأمراض نظام غذائي، نظام حياة حاجة هامة جدا قبل ما تكلم على أي علاجات دوائية في التعامل مع مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وفي التعامل مع تكيس المبايد لأن تكيس المبايد سببه مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين نستأذن حضراتكم في فاصل قصير وبعد الفاصل نستعد لتلقي اتصالات حضراتكم فاصل وبعد الفاصل معكم دائما التواصل وبشرة خير أهلا بحضراتكم وعودنا إليكم بعد الفاصل أرجو نكون وفينا الموضوع حقه مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين هي السبب في والدك بعد الشر عنه اللي عنده سكر في خلتك اللي ضغطها مرتفع في ابن عمتك اللي اكتشفته إن الكوليستيرول عنده مرتفع في قربكم اللي ركب دعامه عشان عنده تصلب فيه الشرعين قدت إلى ترصب فيه الكوليستيرول على الشرعين التجية وضيق فيه الشرعين التجية هي السبب في كل هذه المشاكل أول من الأمراض المزمنة السبب الرئيسي لها ومقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين ما كناش بنسمع عن الأمراض دي زمان عشان نظام الحياة تغير للأسوأ وعشان النظام الغذائي تغير للأسوأ وبالتالي العودة إلى الأنظمة الغذائية الطيبة المفيدة هو الأساس في التعامل مع هذه المشكلة إحنا بقى في أمراض نسا أصبح عندنا وباء ينتشر بين السيدات وده مش لفظي ده لفظ منظمة الصحة العالمية والخلل الهرموني الأكثر إصابة للسيدات في العالم والسبب الرئيسي في تعازم حالات تأخر الحمل والسبب الرئيسي في لجوء السيدات لأطباء علشان يحدث حمل والسبب الرئيسي لضعف التبويض كل هذه المشاكل هو السبب فيها تكييس المبايد وتكييس المبايد هو الروتكوز السبب الرئيسي الجزري له هو مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين والنصائح والتشخيصات اللي قلناها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هنبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم عشان ما نأخرش عليكم ونشوف الفيديو التاني نبقى نخليه الحلقة القادمة إذا سمح الوقت معنا اتصال تريفوني تفضله تفضلي أيوة حضرتك على الهوى تفضلي تكلمي طب هو حضرتك مش الأفضل تقول لنا الحاجة اللي قالوا فيها مشكلة بدل الحاجة اللي ما فيها مشكلة وحضرتك سن سن كم سنة ومتزوجة بقالك قد إيه وآخر ولادة كانت طبيعي ولا بقيسرية طيب تفتكر حضرتك سيبك من كلام الدكاترة خلينا نتكلم كده تفتكر حضرتك آخر ولادة والاتهى بقيسرية صح؟ من يوم القيسرية دي ما عملتها وما حصلش حملة تاني صح؟ يبقى العقل والمنطق العقل والمنطق لأن الشغلات بتاعتنا دي شغلاتها منطقية العقل والمنطق بعيدا عن كلام الأطباء لأن كلام أطباء النساء ساحر وفي معظمه مخادعة في العقل والمنطق مش يقول إن القيسرية دي عملت مشكلة تسببت في إن أنا ما بحملش تاني لإن من يومها ما حصلش حملة تاني؟ طيب الإشاعة دي أنت حضرتك إحنا بنعمل الإشاعة اللي بالسبغة دي عشان تبين إيه أقولك أنا عشان تبين فيه انسداد في الأنابيب ولا لأ كويس؟ والأنابيب مش مسدودة بدليل إنهم قالوا لك كده والأشاعة اللي بالسبغة دقيقة جدا 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 فإنها تكتشف الأنابيب سلكة ولا لأ؟ وهي سلكة خلاص؟ طيب حضرتك بقى إسمعيني في الجملة اللي حقولها ولو سمحتي ما تعلقيش لحد ما خلص أما الأشاعة اللي بالسبغة الهدف التاني من إجراءها هو اكتشاف وجود التساقات في الحوض والأشاعة اللي بالسبغة بالنسبة للالتساقات ليست دقيقة وليست قاطعة وإنما هي مرجحة يعني إيه اللفظ اللي بقوله ده؟ يعني ممكن أعمل أشاعة اللي بالسبغة دكتور يبص فيها يقول لي إيه ده؟ دي مليانة التساقات فنعمل للست منزار فما نلاقيش التساقات خالص وده مش غلطته الأشاعة اللي بالسبغة في قصة الالتساقات مرجحة اسمع الجزء الباقي من الجملة وممكن نعمل أشاعة اللي بالسبغة فنلاقي إن شكلها طبيعي تماما ونقول دي ما فيهاش التساقات بتاتا فنعمل للست منزار فنلاقي الحوض مليان التساقات فنلاقي الحوض مليان إيه؟ التساقات رغم ان الدكاترة قالوا ان الاشعة اللي بيستبغى ايه لان الاشعة اللي بيستبغى من ناحية الالتساقات ايه مرجحة مش دقيقة وبالتالي حضرتك من يوم المنزار من يوم القيصرية ما حصلش ايه يبقى فيه مشكلة حصلت بسبب ايه وغاصة اننا وزوجي وتحاليل هرموناتي وكل الدكاترة حكموا وقالوا ان انا ما عنديش حاجة مظبوط يبقى انا محتاجة اعمل ايه مظبوط وحضرتك عارفة الكلام ده وعارفة من قبل ما تتصل بيه ما لقوش علاقة ده ده حاجة ما تمنعش الحمل سنين اول ما حقول كلمة منزار هتلاحظوا انها تهرب وتحاول تجيب اي زريعة تانية وهي حضرتك حد قالك اعملي منزار انت حضرتك مش متصلة بيها تسأليني انت متصلة بيها تشوفيني حقول نفس الجملة ولا لا لا انا هم عدوني هتبين كل حاجة لا ما بتبينش كل حاجة والا انا قلت لحضرتك ده هو المختصر المفيد في فوايدها ومضرها وحساسيتها وفيدتها فحضرتك الوقت عندك تأخر حمل ماله مجهول السبب لان ما فيش سبب ظاهر عشان المجهول يصبح معلوم مطلوب عمل ايه؟ تمام العفو الموضوع واضح ومنطقي وبسيط القيصرية جراحة بفتح بطن اي جراحة بفتح بطن قد يحدث منها مشاكل تؤثر على فرص الحمل كويس؟ المشاكل دي بعضها تظهر الأشعة اللي بستبغى وبعضها لا تظهر الأشعة اللي بستبغى والمنظار اللي عمله لازم يكون له فيديو وسي دي وزا ما كانش له فيديو كأنه لم يجرع عشان حضرك ما تتصلش بيا بعد ست شهور وتقولي لي وعملت منظار بس قالوا لي الجهاز عيط اليوم ما كنا بنعمل لك انتي وكل الستات اللي في منطقتك بيحصل لهم كده فما تدونيش فيديو فالمنظار اللي حضرك هتكلميني عليه وتقولي لي وقالوا لي طبيعي كأنه لم يجرع يعني هو والعدم سواء يعني أكن حنقول لحضرتك عملي منظار فتقوم يرد علينا تقولي عملته فنقول لك لا ما عملتهوش لأن أي منظار دون إثبات ودليل وفيديو وسي دي هو والعدم سواء معنا اتصلت لفوني آخر الله سلام عليك يا دكتور عيد وعليكم السلام يا فان أنا نجوزة بقالي 8 سنة يا دكتور عيد وعملت الحال المجاري والحمد لله حامد وانا كده في آخر السنة ودي بقيت دكتور عيد لأن الدكتور اللي أنا متابع معاه أنا متابعش في المركز عشان بعيد ما كتب ليش على حونة الرأة هو عادي لو أنا ما خدتش حونة الرأة عادي دي ليست حتما ده إجراء احترازي لما يكون كل حاجة ماشية طبيعية يعني أخزن بالأحوط لكنه ليس حتمي لأ الحمد لله للأمور طبيعية بس أنا يا دكتور بقى سؤالهي اللي بتام الحالي ما جري لازمان توليك كيصري حضرتك حضرتك اتأخرت في الحمل كام سنة 8 سنين وحضرتك دفعتي فلوس قد إيه عشان تبقي حامل كتير والله يا دكتور عيد أيوة مئات الألوف كويس الوقتي ده حضرتك إيه رأيك لو خلناك تولدي طبيعي وكل ولادة طبيعية فيها احتمال 15-15% إن الطفل يتزنق في الحوض أو إن يحصل ضعف في وظائف المشيمة وقت الولادة ويقل نبض الجنين وبالتالي حضرتك العيل اللي مستنية بقالك 8 سنين ودفعت فيه مئات الألوف نقول لحضرتك ربنا يعوض عليك فيه تحب إن يحصل ده؟ لا يا دكتور عيد دي الإجابة على سؤال حضرتك اسأليني السؤال تاني كده اللي سألتيه؟ نا شتب كده يا دكتور عيد لا حضرتك معلش معلش ما تقوليش ماشي كده نقول تاني اسأليني كده السؤال اللي حضرتك سألتيه؟ لا خلاص أنا كده يبقى أنا كده هو حضرتكم حضرتكم اللي حتولد مهبليا بيدوها جايزة نيشان بيكتبوا على ظهر اللي ولدت بقيصرية المعيوبة هي اللي ولدت بقيصرية ولا المهم في الطب إن الست تخرج بولادة آمنة وبعيل سليم شهر التاسع أه لا مظبوط حضرتك لازم تدخلي الشهر التاسع ويعدي منه فترة من عشرة تيام فيما فوق المتوسط خمستاشر يوم ده كل المراجع اللي بتقول عليه كده علشان نقلل أي احتمالية إلى إن البيبي ينزل الرئة مش مكتملة نفسه سريع في عين عندي تجلسات عن مباوية وعندي الأنمية عشرة بيقولي الأنمية كده ضعيفة في الولادة الأنمية زغرت عقل سريع صح عشان عشرة تبقى أهلا هو أقل رقم ندخل به ست العمليات عشرة لأن فبالتالي حضرتك من هنا لحد الولادة هتحاولي تزاودي الهيموجلوبين ده شوية إن شاء الله مش عارف أعملي عشان هزوره تأخذي الحديد اللي الدكتور كاتبهولك تزاودي الأكل اللي فيه نسبة حديد مرتفعة إذا قبل الولادة بعدة أيام أسبوع كان لسه الهيموجلوبين ما طلعش عن عشرة تعلقي حديد بالوريد قادي تعملي إيه؟ لا أهمية لها على الإطلاق في سيدة حتولد في مكان مجهز وكل الستات المصريات بتسأل عليها وبتبقى حريص عليها لأنها بلاش فبتقول لك طب ما لما ناخدها بمبلاش التيتانوس ميكروب موجود في براز البهايم وبالتالي سيصيب السيدات اللي حتولد في حتة ملوثة بمثل ما قلته وتصيب الناس اللي بيتعوروا في الشارع حيث ده وارد الحدوث أما في أي مكان طبي فيه تعقيم بأي درجة تعقيم ما فهذا غير وارد وبالتالي أخذ الحقنة دي ليس حتميا لكن حتميا للي حتولد في البيت أو في الغيط أو في ظروف تتلوث فيها جروح الولادة بتاعتها بما قلته في اللي محتاجها في اللي محتاجها بتتاخد لحد أول الشهر التاسع أما حضرتك لأن حضرتك كلامك كتير وأسئلتك كتير فهو خايف أنه يوقف الحقنة يجرى للبيبي أي حاجة فتتهمين هو السبب هو خايف منك بس لأن حضرتك هو بتسأليني وبتسألي وراءه وبتنقشيه وبتجدليه وعلى آخره فهو بيستخدم راحة دماغه طيب يا دكتب الوزن العين لو 2 كيلو و600 جرام في نص التامل كذا كذا الوزن ده حل كم ممتاز يعني مش بعك ولا حاجة ممتاز هو المفروض أنه في أول التاسع يبقى 2 كيلو ونص فيما فوق حضرتك مع الدية ده بالمناسبة كل الأسئلة اللي حضرتك بتسأليها لي دي سألتها لدكتورك وجوبك عليها أيوة سألتها له بس صراحة أنا بس اكتب حضرتك جدا بس هو حضرتك سألتها له وجوبك عليها أنا عارف ده أنا كل اللي أنا شاشة منه بس الموضوع اللي أنا أيه كنت عايزة أستنى أقول التباية بس خلاص فلما حضرتك كده أقولك لي قيسرية بخلاص أنا أقولك لي قيسرية والحمد لله أنا ما قلتش أن حضرتك توليدي قيسرية الطب وأساسياته اللي قال أن حضرتك توليدي قيسرية حضرتك ما عندكيش مانع أنك توليدي طبيعية لكن ديس واتوي كول ده ما نسميه في كتب الطب بريشوس بيبي عي العزيز وغالي ومه مش هترحمنا بطريقتها وبأسلوبها وبشخصيتها وبتساؤلها لو جرى للطفل ده حاجة فحنولده بأكثر الطرق أمانا وسلاما حرصا على عدم سمعنا كلمة منها وحرصا على عدم إحنا نبقى خدنا أي احتمال في رزق لأنها هتفضحنا على الشاشات فبالتالي الولادة تبقى بقيسرية ليه؟ مش لأن حضرك عندك مانع لأن ده طفل عزيز وغالي وكلما غلى وعز وتأخر وتعطل الحمل ودفع فيه الكثير كلما كانت الولادة بالسهل اليسير والولادة السهلة اليسيرة هي الولادة بالقيسرية حيث يتم فتح البطن وإخراج الطفل دون مروره في الحوض أو أي زنأة تجراله وانت عارفة كلامته بالتوفيق اتفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك أنا قلمتك لأسبوع اللي فايف زي النهاردة كده كنت عامل اختبار حمل وروحت كشفت والدكتور قال لي أني مكانش فيك زي زين وكده أيوة فإنما أنا بسمع فعملت اختبار حمل رقمي أيوة قلت لحضرتك أن فيه ثلاث خطوات مفروض يتعملوا أيوة قلت اختبار حمل رقمي في الدم وسونار مهبلي عند دكتور جيد رجل وقد نحتاج الخطوة الرابعة لتكرار هذه الخطوات بعد عدة أيام عملت حضرتك كده وطلعتني مرة التحليل 2947 طب وأول مرة كان طلع كم على الشيء كان 1415 التحليل طلع 1415 بتاريخ كم؟ كان قلت عملاي كان يوم خميس كان يوم 9-2 يوم 9-2 كان 1415 وعدت يوم كم؟ وعدت يوم السابق قلت يوم السابق طلع كم؟ طلع يوم الحد بقى جبت يوم الحد كان طلع 2947 كويس فدكتور شافه وكده قال لي أن هي النسبة تتحسن وكده طب ما يبقى النسبة كويسة ويبقى النسبة الكويسة دي ده يدل أن أنا قلت لحضرتك عليه هو الطريقة لمعرفة ده ونذكر نفسنا والزميل الفاضل أن العادي والطبيعي لما هرمون الحمل لسه موصلش لستة لاف وهو بيعمل لحضرتك سونار من البطن لن يرى كيس حمل رغم أن الحمل موجود ونذكر نفسنا ونفسه بالمعلومة التي تدرس في كليات الطب ولما يكون هرمون الحمل تحت ألف هتبقى الستة حامل والحمل موجود لكن لن يظهر شيء بالسونار المهبلي إن شاء الله الله يعلم الغيب حضرك بتسألي عن غيب الله يعلم الغيب أرجو أن يكون ظهر لكن أنا أقول قواعد الطب عند يوم الحد ده مفترض أن هرمون الحمل يكون وصل إلى مرحلة يرى بها الكيس بالسونار من البطن بس أنا أرجع أسأل حضرتك تاني معلش عشان نشوف بس قدام الناس كلها أشاهدهم عليكي أنا قلت لحضرتك تعملي كم خطوة تلات خطوات الخطوة الأولى إيه؟ اختبار حمل رغمي والخطوة الثانية إيه؟ وسونار مهبلي حضرتك عملت سونار مهبلي؟ معهوة بحضرتك حضرتك عملت سونار مهبلي؟ ردي على سؤالي آه لا يبقى حضرتك بتخالفي اللي أنا بقوله شايف واللي شفته قلته وحعيده ومفيش كلمة كنت حايشها عشان كده مفيش كلمة حزودها يجب الاطمئنان على الحمل بعمل اختبار حمل رغمي في الدم اتنين عمل سونار مهبلي تلاتة عند طبيب جيد رجل يقول الحقيقة وكلام علمي أربعة قد نحتاج لتكرار هذه الخطوات بعد عدة أيام حضرتك ليه بتسأليني؟ عشان تاخدي رأيي طب لما أقول رأيي حضرتك ما بتنفزهوش طب هو حضرتك أنا ذاتي لو رحترهم الحد وعمل لي مثلاً إشاعة من البطن ماذا عندش هو ممكن يطلب مني السونار دي ولا أنا أقوله أنا حضرتك اختبار حمل رقمي في الدم سونار مهبلي عند طبيب جيد رجل يقول الحقيقة وكلام علمي وقد نحتاج لتكرارهم بعد عدة أيام معلوش يا دكتور حضرتك عند شايف اللي أنا عند اختبار الدم دفني لو رقمي حضرتك دي نمر واحد في النصايح صح؟ أوه طب نمر اتنين طب نمر اتلاتة طب وهنا بقى حضرتك هروش لبا يوم الحد أنا معرفش هو هيقول لأي بالتوفيق إن شاء الله معنا اتصل تليفوني آخر تفضلوا أنا معرفش يا بحادة كثير على علاجات وعلى حقا وعلى علاجات لإيه وحقا لإيه؟ هو حضرتك مين؟ مش مين إسماً؟ مين سناً؟ مين حالةً؟ مين مشكلةً؟ مين القصة؟ سميرة من المنفرية أهلاً بحضرتك لا ده يعني يشرفنا بس ده مش المطلوب في الأسئلة اللي أنا سألتها السن مدة الزواج أنا عندي 33 سنة كويس؟ مخوزة بقى لي 64 سنة كويس؟ مفيش معلومات تانية؟ مفيش غير برضو أجهط من عشر شهور؟ مفيش معلومات تانية؟ زي إيه؟ زي إن أنا حملت قبل كده ولا لأ؟ إيه؟ زي إن أنا حملت قبل كده ولا لأ؟ آه أنا حملت أنا كان عندي بانوتة يعني عندها 33 سنين تقريباً تفتكري ده سؤال مهم ومعلومة مهمة بالنسبة لي ولا أنا بضيع وقت؟ وتفتكري حضرتك قلتيها ولا قمت داخلها لحصل لإجهاض من عشر شهور؟ طيب والبانوتة دي حضرتك قلدتيها طبيعي؟ لأ قلدتها قايفار وتفتكري دي برضو سؤال ومعلومة مهمة ولا لأ؟ لأ معلومة مهمة آه وحضرتك استخدمتي وسيلة لمنع الحمل ولا ما استخدمتيش؟ آه استعملت لولا كويس لمدة؟ لمدة سنة ونصف وبعدين؟ شلتيه بقى عشان يحصل حمل يعني في الشهر اللي شلته فيه حصل حمل يا سلام ده شيء هايل وبعدين؟ حصل إجهاض في أول أسبوعين فقد إيه مدة الحمل؟ يعني تقريبا أسبوعين بس وحصل إجهاض آه يبقى مجرد معرفت أن أنا حامل حصل إجهاض آه تمام تخيالي أن كل دي معلومات حضرتك ما قلتهاش والمعلومات دي مهمة بالنسبالي تمام؟ تمام وبعدين المثبتات لا تحيي ميتا والمثبتات لا دور لها في كتب الطب سوى أننا بنيدي الستات حاجة تريحهم وتسكت من شكواهم وطلباتهم أما دورها الطب فتقريبا هي والعدم سواء والمثبتات لا تحيي إيه؟ ميتا تمام؟ يعني الحمل اللي وحش واللي مش كويس واللي مش هيكمل المثبتات مش هتعمل له حاجة والحمل الكويس هيكمل لوحده بدون المثبتات أنا مش سامع الصوت بيقطع طيب وبس كان بقى المهم أن أجهضت من عشر شهور ومن وقتها الدكاترة بدوني حقا لا أجهضت في مدة قد إيه ولا بعد قد إيه حمل ولا الدكاترة دول شخصوني عندي إيه ولا التحاليل اللي اتطلبت إيه ولا الفحوصات اللي اتطلبت إيه ولا التشخيص اللي أنا بيتقلي إيه جيد فنساعد في تشخيص أو علاج معنا اتصال تليفوني آخر وعليكم السلام يا فندم أهلا بحضرتك الحمد لله في نعمة عشان سمعت صوتك تفضل يا رب دعيه ولا خليه ونما يا دكتور كانت المدامة عندي عندها رحم زو قرنين فاصلين كويس والتساقط في الرحم وما كانش فيه موجود عنق رحم فروحنا الدكتور عمل براحة في الرحم يعني ما كانش فيه موجود عنق رحم بمعنى أن ما كانش بتنزلها دورة آه آه يعني كان عندها رحم زو قرنين بس غير متصلين بالمهبل غير متصلين بالمهبل وده هي ما اكتشفتوش وهي آنسة لا اكتشفتو عملنا صنار بس احتاجوا يخشوا من تحت فقالوا لا عشان قالوا مش هنعمل أي تدخل ألا لما تتجوز لأننا لو تدخلنا من تحت سنزيل غشاء البكارة اللي بيهتم به المصريين فخليها لما تتجوز ويثبت إنها عزراء ثم بعد كده هتهلنا عشان نقيم المهبل بتاعها طوله قد إيه ويسمح بعلاقة زوجية ولا لأ ويمكن عمل توصيله بينه وبين الرحم ولا لأ ايوان وكان فيه برضك التساقات في المهبل طيب يبقى المهبل كمان ده ما بقاش فيه حاجة اسمها التساقات المهبل مش متكون تكوينه الطبيعي مش بطوله الطبيعي ايوان تمام يعني هي كده حاجة اسمها ماير روكتناسكي كاسترهاوسر سندروم حاجة كده يعني متجاو والرحمين كويسين ولا تفايليين وبينتجوا دورة ولا ما بينتجوش اه احنا رحنا للدكتورة عملنا الاول اول مرحلة تعميق في الرحم لا 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 تعميق للمهبل ولا للرحم للمهبل للمهبل عشان المصريين كلهم بيستخدموا كلمة المهبل كلمة رحم اللي يدل على المهبل عمل تعميق للمهبل لان المهبل كان قصير لانه لا يسمح بعلاقة زوجية فقال احنا هنعمل تمدد للمهبل تدريجي لحد ما يقترب من الرحم عشان الواصلة اللي نعملها تبقى على مسافة قصيرة وتنجح الكلام اللي انا بقوله ده المفروض حضرك تقولهولي ايوا فما هو ده اللي تعمل بالضبط عملوا تعميق للمهبل عملوا بمولد يعني كانوا بيحطوا حاجات جواة عمقه ولا عملوا جراحة ولا عملوا الاثنين لا جراحة الاول بعد كده الدكتور قال لنا مشوا على تمارين تمارين علشان توسع المهبل الجراحة دي خدوا جلد من فخدها لا ما اللي عملوا ايه عملوا جراحة من المهبل ذاته هو منه خلقوا منه ايوا تمام تمام يبقى ما عملوش عملية اسمها ماكندو عملوا عملية تانية الويليامز اوبريشن غالبا اللي عملوا تمدد للمهبل ده المهم وبعدين اه ركبنا دعامة وركبت دعامة اكيد عشان تعمل تمدد تدريجي للمهبل اه وجراحة في الرحم بعد كده البريو كانوا بتنزل وحنا مركبين الدعامة تمام تمام بس اول ما شرنا الدعامة البريو اتقطعت علشان حصل ضيء في الوصلة اللي عملوها حصل ضيء واختناء لمت وقفلت كده فخنأت القناة الموصلة ايوا فالبريو دلوقتي مبتل دم الدورة محتجز داخل الرحم وبيرتد من الرحم الى الانابيب وقد يكون بيرتد من الحوض والرحمين منتفخين بدم الدورة احنا بنروف ساعة الدكتورة بنتبع معاها بتقول لنا فيه دم بريد وصعب بتقول لنا ما فيه دعم ما بتخزمش العملية عملتها فين في قسم ايه في مستشفى ايه من المستشفىات الجامعية لا مع الدكتور جامعي في عصيون اه طبعا يعني معه الدكتور جامعي من المستشفى جامعي حضراتكم محتاجين تروحوله علشان قد نحتاج لتركيب دعمه مرة تانية لتوسيع القناة اللي اتعملت اللي حصل فيها ديء دي وقد تستمر الدعمة الفترة وقد نحتاج للتوسيع بصورة متكررة قبل ما نحكم على اي شيء اخر طبعا دي حالة من حالات الندرة لسه النهاردة على الصفحة واحدة كانت بتسألني على الاشكال الرحمية وموضوع التشوهات الرحمية وانا حطت لها لينك وموجود حضراتكم تقدروا تشوفوه على انواع التشوهات الرحمية اللي انا عرضتها في حلقة من عام سابق وموجود اللينك بتاعها بس دي حالة اكثر مشاكلا لان هنا مش بس في عدم شكل طبيعي للرحم او شكل من الاشكال غير المتعرف عليها للرحم لا كمان في حتة ما تكونتش اللي هو عنخ الرحم واعلى المهبل لان هنا في جزء مفقود من الموضوع طبعا الحالة هنا بتزداد تعقيدا يعني تمام للأسف الشديد لكن اللي اتعمل طبعا وده اتعمل اكيد بزميل طبيب في مستشفى جامعي لان محدش يقدر يعمل ده غير الاطباء الاسدزة في كلية طبق السيوت ربنا يباركله في ايده وتسلم ايده للعمله وطبعا حالة صعبة وتحتاج الى مدومة ومتابعة وتكرار للتوسيع للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرى وبالمعلومة العلمية الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وتنفزوا التعليمات اللي احنا بنقولها وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي دايما يا رب يفضل ما بينا واشوفكم دايما على خير واللي بينا يا رب بشت خير بينا يا رب يفضل بينا يا رب يفضل